دكتور حام نعود إلى الخيط الأول هل نحن أمام صفقة فعلا يعني بالجهود الوسطى أو ربما بدرجة من المرونة من حركة حماس هل يقبلها درجة أيضا من المرونة من الجانب الإسرائيلي حتى تبرم هذه الصفقة أو أن الأمر يبتعد بمرور الوقت حتى التفاول الإسرائيلي والأمريكي بما يتم على الأرض لأن هناك تسريبات صحيفة هارتس ذكرت أن هناك دفعة أولى وهناك مرحلة ثانية يتم عن طريقهما تبادل الأسرى والجنود والرهائن يا دكتور حامد فأنا أتطلع من بوابة إنسانية قبل أي شيء يعني الناس اللي في غزة بتموت كل لحظة دكتور حامد هل لهم أن يتنفس الصعضاء في مسألة إبرام الصفقة أو لا هذا ليس ما هو موجود على الطاول الآن لا هناك ضغوط كبيرة الآن وأنا أراهن على ذلك أن الصفقة ستتم يعني أرى أن الفترة القادمة سيتم ممارسة ضغوط أكثر ضغطا وأكثر قوة على نتنياهو حقومته لكي يتم التراجع وبشكل واضح ويتم إحداث ليونة قام أبدت حماس المقاومة الفلسطينية كانت أكثر ليونة ومرونة في التعاطي مع إنفاز هدنة إنسانية تفضي إلى إدخال كافة أو المساعدات ولكن الجانب الآن القرى الآن في الملعب الإسرائيلي وأرى أن الأمور ليست في صالح إسرائيل حتى وإن امتدت هذه الحرب أكثر من ذلك في ظن وتقديري أن إسرائيل هي الخاسرة من استمرار أمد المعرقة على حتى مع قثرة القتل وقسرة الضمار أعطيني دليل لأن هناك القوة أعطيني دليل أعطي حضرتك دليل هو حتى هذه اللحظة تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه حتى هذه اللحظة لم يترك الفلسطينيين أرضهم ومتمسكون بإقامة دولتهم العادلة المستقلة وحقهم في تقرير مصيرهم أيضا المشهد الآخر الذي شهدناه أمام محكمة العدل الدولية وأكثر من 52 دولة بيقدموا مرافعات شفاهية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي الموقف البرازيلي الموقف الكولومبي بالإضافة إلى أن هناك ضغوط أيضا عربية كبيرة ومع إعلان السعودية عن وقف التطبيع مع الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى الضغوط المصرية الواضحة من أن إقدام إسرائيل على الاختياح البري الذي رفح هذا أيضا من الأسباب الرئيسية يعني طرأ أن الضغط أنا تفهمت دكتور حامل